طلب فريق حملة ترامب من الحاضرين في التجمع الانتخابي بفلوريدا الخضوع لاختبار درجة الحرارة وشجعهم على ارتداء الكمامات واستخدام المطهرات ويأمل السكرتير الصحفي للبيت الابيض في ان ترامب سيضمن سلامة الحملة الانتخابية وبسبب رفض ترامب المشاركة في المناظرات عبر الانترنت اعلنت لجنة مناظرات الرئاسية الامريكية في التاسع من الشهر الجاري الغاء المناظرة الثانية التي كان من المقرر عقدها في الخامس عشر من هذا الشهر وهذا يعني ان ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن سيخوضان المنافسة الاخيرة في الثاني والعشرين من الشهر الجاري واعلن ترامب يوم الجمعة انه توقف عن تناول الدواء وشعر بتحسن ومع ذلك لم يعلن عن نتائج اختبار الفيروس بعد عودته الى البيت الابيض وصرح طبيب الرئيس الامريكي دونالد ترامب شون كونلي في الثامن من هذا الشهر ان ترامب في حالة بدنية مستقرة ويمكنه المشاركة في الاحداث العامة ابتداء من العاشر من هذا الشهر ومع ذلك تعرضت ادارة ترامب لانتقادات واسعة النطاق لاهمالها في ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي في البيت الابيض وذكرت وسائل اعلام الامريكية ان تجمع حملة ترامب في مينيسوتا في الثامن عشر من سبتمبر الماضي قد ادى الى اصابة تسعة اشخاص بالمرض كما انتقده بايدن يوم الجمعة مشيرا الى ان سلوك ترامب الشخصي منذ اصابته له تأثير مدمر على الحكومة ولم يتخذ ترامب التدابير اللازمة لحماية نفسه او الاخرين